شكبالا موقفه من المسلمين منفطراليا خير اختام لشكبالا انا بقولك الكلام ده ملوش اي اساس تماما من الصحة وشكبالا لسه رحلتهم كملة معنات زمالك لسه ما فيش اي تفكير في الاعتزال في الوقت الحالي هو لسه بس قدامه حوالي من اسبوعين لتلاتة عشان يبدأ ينزل ملعب ويبدأ يشارك في تدريبات الكورة بسبب الاصابة اللي عنده ولكن شكبالا انا عايز اقولك لغاية النهاردة يعني هو الراجل بيلعب دوره ككابتن الفرقة يعني هو لسه مكلم احمد حمدي النهاردة وحرص على طمئنته وقال للنادي كده كده خلاص مرتب امور سفرك الفترة اللي جاية والاقرب طبعا انه هيسافر المانيا والموضوع خلصان حتى هو ومش مع الفريق في الملعب يعني وبيشارك بيعمل دوره ككابتن فرقة عمل اتصال باحمد حمدي طمينه قال له خلال الفترة الجاية هتلاقي كل اجراب بتخلص بسرعة خلال الايام اللي جاية يعني واتلاقي النادي بيخلص كل الامور وان شاء الله ترجع لنا افضل من الاول فهو شكابالة بيلعب دوره ككابتن فرقة سواء كان موجود مع الفريق وبيشارك او مش موجود مع الفريق وزي ما قال كابتن حسين لبيب في الموضوع ده شكابالة هو اللي هيحدد معادي اعتزاله مش النادي شكابالة من الناس اللي هي النادي بيتعامل معاها انه هو من اصحاب النادي هو احد الكاباتن المهمين جدا في تاريخ الزمالك ومن المنطلق ده ادارة النادي شايفها يعني عيب واحد يعني هو ساهم في الحفاظ على شعبات الزمالك تيجي الادارة تقول له ايه انت هتعتزل امتى لا اوش كابالة كده كده لو شايف انه هو مش هيقدر يفيد الفريق هو الواحد هو يتخذ قرار الاعتزال ولكن طالما هو شايف انه لسه عنده المقدرة انه يدي الاضافة للفريق فهو لسه مكمل مع الفريق انا شايف انه ان انت لو تشوف عدد الدقائق اللي بيلعب الشكبالة مع الفريق وحجم الاسهامات اللي بيقدمها انا مش شايف انه فيه يعني فيه اي جدوى لاعتزال الشكبالة في الوقت الحالي ليه الفريق ما يستفدش منه موسم كمان على الاقل اقول لك رأيه انا معك جدا انه شكبالة مش مفوض يعتزل وشكبالة قادر انه يكمل موسم كمان على الاقل مؤكد وفعلا مؤسر كمان بعض المباريات ممكن ما يقدش فيها زي اي لاعب على فكرة حتى لو عنده فيه لعيبة عندها 18 سنة ويتقدش مباريات مش كوصد سن بس في نفس الوقت حلو ان الزمالك عايز يقرم شكبالة حلو ان ادارة زمالك مقدرة كويمة شكبالة التاريخية في نادي الزمالك بس عتزال لاعب او استمرار اللاعب small conference برضو مشارج فيه ادارة Bernardini مشارج فيه جهاز الفني كل مدير فني كل يمدير فني يا كريم ييجي بقول لانه محتاجه بس خلاص انه حصل بس انه مش كبالة مش المفوض ان دا يبقى قررتش كبالة لوحده لو انا جعز فني ومش محتاجش الكبالة كل مدير فني بيجي بقول للادارة اه انا محتاجش الكبالة يكون معاين هيجي تيجي الادارة تقول له لا احنا عايزينه يحتازل. الطبيعي بقى يحصل الدعم. لو بصاح الوحن محتاجش كبال يلعب تقيت اربع سنين عشان المواهب دي ما بيتش. وفي حد من ابناء النادي اللي ممكن يبقى خارجه اخر السنة بس هقولها لك بعد شوية. هترى لك بعد شوية؟ شوية. طيب.